بسم الله الرحمن الرحيم. ابناء طلبة الصف الاول السنة واللغات. بنكمل مع بعض دروس مادة الكيميسري. النهاردة بازن الله نتكلم عن درس مهم جدا هو يعني في نهاية السيشن بتاعنا النهاردة المفروض حضرتك اللي هيكون وصل لك ان احنا في البداية ان احنا نقدر نميز او نفرق بتوين زي اكشوال يلد نعرف يعني اكشوال يلد ونعرف يعني ايه سيورتك اليلد وايه الفرق ما بينه. نمبر تو. نبقى في البداية عاوزين نعرف واتس من تباي اكشوال يلد واتس من تباي سيورتك اليلد. زي دفرنس بتوين اكشوال اند سيورتك اليلد. كالكوليت طيب نبدأ في البداية عاوزين او سيورتك اليلد في البداية. واتس من تباي سيورتك اليلد. بيقول ازا مكسمم ام مونت دفرودكت كالكوليتد اور استيماتيد يوزنج ازا بالنس كيمكال اكوينشن. تاني زى ازا سيورتك اليلد ازا مكسمم ام مونت افزا برودكت كالكوليتد محسوب متوقع يبقى كل اللي احنا اخدناه في خلال الاسابيع اللي فاتت الحسابات بتاعتنا كان يسأني واتزا ماسقف مثلا ماجنيزيام اقصاد كام جرام من الماجنيزيام كل اللي احنا عملناه عملنا حسابات ولذلك ده نسمي كل الحسابات ده بيلاقيه إذا سيوريت كالييل ده كلام نظري وإحنا عاديين مكاننا على المكتب أما لين نقول ان احنا لو استخدمنا كام جرام من الماجنيزيام وكم جرام من الاكسجين المفروض نحصل على كام جرام من الماجنيزيام اقصاد الحسابات ده بنسميها كلام نظري لكن لو انا وقفت في انزلاب في المعمل واشتغلت بأيدي البرودكت اللي هقدر يحصل عليه هيختلف البرودكت اللي هحصل عليه ده هنسميه بقى يبقى فيه فرق كلام نظري كلام نظري محسوب متوقع طيب يبقى انه مثلا لو انا افترضت ان انا عندي مثلا اكويجان زي مثلا ناخد اكزامبل زي الاكويجان المشهورة بالنسبة لنا تو امي جي تو امي جي بلاس او تو جيف تو امي جي او فبقى بنقول ان انا لو استخدمت تو مول من الماجنيزيام الماجنيزيام اللي هو الاتوم اكماز بتاعته بتوينتي فور تو مول يعني تو طايم توينتي فور يعني فورتي ايت يبقى ان لو استخدمت فورتي ايت من الماجنيزيام وز اكسيس من الاكسجين المفروض احصل على 2 مول من المجنزم اوكسايد المجنزم اوكسايد المول بتاعه اللي هو كام 24 بلاستكستين يعني المول بتاعه 40 طيب 2 مول يبقى كام يبقى 2 تايم 40 2 تايم 40 يعني ايكوال ايتي يبقى الحسابات بتاعتي بتقول لي ان انا لو استخدم 48 جرام او مجنزيام هنحصل على ايه من المجنزم اوكسايد هنحصل على ايتي جرام طب الكلام ده هل الكلام ده لو انا وقفت في انزلاب واشتغلت باديا وخدت 24 مجنزيام هلها ده عصر على الايتي جرام لا هنحصل على اموينت اقل من الايتي جرام الاقل دي هنسميها ايه هنسميها يبقى تاني محسوب متوقع طيب ازا اكشوال ييلد بقى ازا اموينت افزا بروضكت اوبتين براكتكالي ازا اموينت افزا بروضكت اوبتين براكتكالي عملي ان انا وقفت انزلاب واشتغلت باديا الناتج اللي هنحصل عليه ده هنسميه الاكشوالي يبقى تاني يبقى فيه فرق كبير جدا بين الكلام وما بين الفعل الكلام بنسبنا هو لكن الفعل بنسبنا اللي هو طيب ناخد سؤال تاني او نقطة تانية مهمة جدا بيقولي ازا اكشوال ييلد اللي نقدر نسميه تاني يبقى دي معلومة برضو عوز ان نضفها ان دايما الاكشوال ييلد ليه الزان زا سوريت كالييلد ثم النقطة التانية طب ليه دايما الاكشوال ممكن السؤال ده يجيلي مقالة طيب فيه مجموعة من الريزون زا اقول اسباب ديو تو نمبر وان بقول ازا رياكتنس مي بي امبيور يعني ايه يعني اللي انا باستخدمها مش نضيفة يعني ايه مش نضيفة يعني انا مسلا ما اجاقول الهي سابات اللي كنت كاتبها من شوية طو امي جي بلاس أو تو بيدينا طو امي جي أو وقلنا انهنا لو استخدمنا فور تي ايت جرام اوف ماجنزيام ويويل اتين ايت جرام من الماجنيزيام اقصايد الكلام ده كلام نظري طيب انا دلوقتي يا شباب رحت عالبالانس او عالميزان بتاعي واخدت فورتي ايد جرام من الماجنيزيام الماجنيزيام دوت لو هو امبيور يعني ايه امبيور يعني مش رضيف معاه امبيورتز معناها ان الفورتي ايد جرام اللي انا وزنتهم مش هي الحقيقة مش الماس الحقيقية يعني الماس الحقيقية هي اقل من فورتي ايد ليه لان داخل في الفورتي ايد امبيورتز موجودة وبالتالي الاماوتو هتكون أقل من المتوقع ليه لأننا واخد 48 المفروض دي كلها من الماجنزيام لكن 48 داخل فيها حاجات تانية حاجات التانية دي هتقلل كمية المتوقع زي ما هنا مثلا أديك أقول لك مثلا إن أنا لو شاريت مثلا كيلو موز مثلا كيلو موز دوات كيلو وان كيلو وأكلته هل أنا أكلت كيلو؟ لأ أقل من كيلو لأننا طبعا فيه إشر داخل معي في الميزان نفس الكلام الإشر دوات وبالنسبة لنا بقى في الكيميستر هي إمبيورتيز يعني مواد غريبة غير المادة بتاعتي يبقى تاني يا شباب يبقى الرياكتنت لو فيها إمبيورتيز هتأثر على زي ما هو أنت هتأثر على كمية البرودكت اللي هادر عصول عليه يبقى زي رياكتنت السبب ده لو موجود هيقل أيقل الأكشوالية ده يخلي الأكشوال أقل من السيوريتيكل طيب هل ده السبب الوحيد اللي ممكن يكون موجود لا فيه أسباب تانية زي صيد رياكشن مي أكر يعني إيه صيد رياكشن صيد رياكشن يعني 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 إحنا عاوزين ده يتم يحصل رياكشن بشكل تاني يعني مثلاً إحنا بناخد مثلاً رياكشن للآيرني مثلاً المفروض مثلاً يديني لا بدل ما يديني يديني حاجة تاني خالص يديني مثلاً المتوقع يبقى تاني يا شابب يبقى زي صيد رياكشن زي صيد رياكشن غير اللي أنا متوقعه غير اللي أنا عاوزه ده هنسميه صيد رياكشن لا إما ممكن زي بروضكت مي بي بولاطيل مش شرط البرودكت أو حتى الرياكتنت البرودكت أو الرياكتنت يكون بولاطيل يعني مثلاً الرياكشن دوت المفروض مثلاً أخذ من الأكسجين وامول اللي هو سيرتي تو جرام يبقى أنا المفروض أروح أخذ ماس من الأكسجين إقوال سيرتي تو جرام وأنا بستخدم الماس دي هاي من الأكسجين جزء منها يحصل له يعني معناها إيه يسكيب يهرب وبالتالي لو سيرتي تو منهم تو جرام مسلاً هربوا عندي من الرياكشن وبالتالي هيقلل كمية البرودكت يبقى زي بروضكت او زي بروضكت مي بي كونتين آآ جاز او زي بروضكت مي بي بولاطيل او جاز ومعناها يعني بخر منه شوية او طر منه شوية او هرب منه شوية يبقى تاني زي بروضكتنت مي بي امبيور زي صايد رياكشن مي تيك بليس ممكن صايد رياكشن رياكشن غير المتوقع يكون حصل ممكن يكون البرودكت اللي انا عاوزه او واحد من الرياكتنت جاز والجاز ده سكيب هرب من الرياكشن طيب فيه سبب رابع قال لي زي بروضكت مي يستيك زي جلس كونتينرول يعني يعني انا بعمل رياكشن داخل تيوب بالشكل ده مثلا او بجيب مثلا سوليوشن وليكن مثلا سوديوم كورايت سوليوشن اضيف عليه سوليوشن تاني اللي هو عبارة عن سيلفر اي سيلفر نيتريت سوليوشن اي جي انو اسري اضيف السوليوشن ده على السوليوشن ده اللي بيحصل بيكون عندي المفروض بيرسبتات بيرسبتات ويد بيرسبتات من مين من ال اي جي سي ال فلاص فلتريت عندي نهوة وعبارة عن سوديوم نيتريت او ال ان ان اسري طب انا عاوز افصل البرسبتات ده عن الفلتريت ازاي يحصل على البرسبتات من الفلتريت بهم رايح جاي بفانيل كده هوت ونعمل سيستم بنسميه فلتريشن سيستم سيستم فلتريشن وحط في الفانيل ده بيبر بنسميه فلتر بيبر ونصب الميكشور ده فيه هينزل عندي هنا السوديوم نيتريت اللي بنسميه الفلتريت ويبقى عندي هنا السيلفر كورايد اللي هو الاجي سي ال هاخد الاجي سي اللي بقى اللي لنا المتوقعة دوت واشوف الماس بتاعته بكام طيب مهما اخدت شباب الماس اللي او الاجي سي اللي يعني مهما مفض الطيوب دايما البرسيبتات فيه بعض الاجي سي اللي موجود داخل الطيوب المتبقي داخل الطيوب دايات يا شباب هيقلل الكمية المتوقعة من الاجي سي اللي اللي انا مستنية تتكون يبقى دي كلها اسباب تخلي دايما الاجي يلد يبقى ان يبقى سايد راكش مي تي بلايس سايد يبقى دي كلها اسباب مش شرط الاربع اسباب دول يكون حصل لأ تسبب واحد فقط منهم يعني كفيل بان يخلي الاكشوال يكون اقل من السنوات سبب او اتنين ثم فيه سبب برضو احنا مش مكتوب عندنا لكن برضو اللي هو الهاندلينج يعني ايه الشخص نفسه اللي عامل الاجي يعني لو نفس الاجي انا كلفت اتنين طلبة يعملوها هيدونه كل واحد فهم هيدين كمية برضو مختلفة ده بقى اللي بنسميه الهاندلينج في واحد مرتب مفيش يعني اي يعني هو بيستخدم التولز او الادوات مفيش اي اخطاء وفي واحد تاني لأ الشغل بتاها ما هوش بالدقة الكافية يبقى ده برضو ايه هو الاجي اذا اموت افزا برودكت وابتين براكتيكالي براكتيكالي يعني انا وقفت انزلاب واش تغلت بأيدي لكن الاجي اذا اموت افزا برودكت استيميت او اكسيبكت او كالكوليت او طيب عرفنا ان الاجي از او از 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 دايما اقل طيب اجي ريزون وان او الاربع اسباب واحد منهم كفاية ان يخلي البرودكت دايما او الاجي البرودكت تكون اقل او او ايه طيب ده جزء النظر عاوزين بقى البروبلينز ازاي نقدر نحسب از 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 عبارة عن البرد او 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 يبقى تاني از بيرس نشوف اكشوال ييلد هي عبارة عن البرد اللي هو بالنسبة ل اكشوال ييلد اللي هو الاقل او او الاكبر طيب 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 100 يبقى از بيرس نشوف اكشوال ييلد از از اكشوال ييلد طيب هنا كاتب لي الاكشوال ييلد باي جرام طيب هل الشرط يكون جرام لا مش شرط يكون جرام يعني ده لو بالكيلو جرام المهم يكون لهم نفس اليوند لو الاكشوال ييلد ده بالمول مسر بالمول كم مول وده مول برضو او او ما فيش مشكلة لو ده بالليتر وده بالليتر او كي لو بالملي وده ملي او كي لانها ريشيو هو مجرد ريشيو نسبة يبقى انا يهمني ان الاكشوال ييلد وصير يكل بنفس اليوند ايا كانت اليوند بقى كان جرام جرام كيلو جرام كيلو جرام مول مول ليتر ليتر وهكذا يبقى تاني اذا احنا في البروبلم اللي هنحلها لإما هو يديني الاكشوال ييلد وانا احسب مين زي وده في الغالب هيديني هو الاكشوال انا هحسب وبعد ما هحسب اخد الاكشوال اوبر اه ده راح سيب طيب نشوف كده الافكار اللي موجودة عندنا الجزء بقى المهم اللي هو تطبيق اللي احنا قلناه دوت من خلال الموجودة هنا بيقول ده ده لازم نجر الكمية اللي انا استها لكن دي كالكوليتد او كمية محسوبة طيب بيقول انا براكتكال او براكتكال اكسيب اكسيبريمنت تين جرام اوفزا برودكت اكسيبكت تو بي بروديوزد يعني انا اعملت معين حتى ما قاليش ايه هو كان متوقع او انا منتظر ان كوالي كام تين جرام من البرودكت طيب ايه اللي حصل لكن فجئت من الكون عندي ايت جرام فقط يبقى تاني يبقى ده سهل جدا مجرد اكتب الرول وعوض فيه يبقى ايه ايه يا شف زي ما اتفقنا ايه 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 طيب كام طيب بس اخلي بالي من ده جرام وده جرام كده ايه ايه عوض مباشر يبقى ازا نشوف اكشوال ييلد اكوال تعال نمسح ده يبقى ازا نشوف اكشوال ييلد طيب كام طيب الاكشوال ييلد عندي بكام بايت اوبر السوري تين طيب اكوال ايتي برسن يبقى ده نشوف اكشوال تاني او سؤال تاني بيقول لي يعني يعني مين في دولة مش واحد من الفاكتورز اللي احنا قلنا عليكم احنا قلنا ان في عندي مجموعة من الفاكتورز هتأثر على بيقول ازا الرياكشن بيين جرام بيقول هل الرياكشن طبعا الريفيرسابول ده يعني الرياكشن بروسيد انزتو ديريكشن الرياكتنت تدينا برودكت ويرجع الرياكتنت يكون الرياكتنت مرة تانية طب هل ده سبب يخلي ان الرياكشن يكون اقل من المتوقع طب احنا مش متأكد طب ان خلاص نخلي دي ونشوف حاجة اتقاني ايوة ان انا في جزء من الرياكتور اللي انا مستني يتكون تم فقده اثناء عملية او الهاندلينج او ده صح لكن هو بدور على الخطأ يبقى ده صح طيب ان ونت برودكت اللي بنسمى صايد برودكت ده صح ده سبب برضو من الازباب اللي عندنا الربع لأ طبعا ده مستبع خالص يعني هل الفيزيكال استيت اللي عندي هل دي بتأثر لا الفيزيكال استيت مالهاش علاقة يبقى انا دلوقتي هستبعد يبقى ده ممكن يكون سبب الاسباب كمان ممكن نضيفه على الفور احنا قلنا ممكن نخليها في 5 يبقى الرياكشن ده ريفيرسابل اذا البرودكت اللي انا مستني يكون رجع تاني رجع تاني كون رأكت انت مرة تاني وبالتالي اذا اما هستبعد اقل من المتوقع يبقى كل ده سليم مع الجملة الاخيرة يبقى ده هي الجملة الخطأ وبيدور على الخطأ تمام طيب ناخد بقى بيقول بوتاسيوم كونوريت اللي هو عبارة عن كيسي ال او سري دي كومبوز اوبن سلايت هيت ان زي بريزن سوف كاتاليست يعني بيكسر زي من انتو خدتو قبل كده بنسمي السيرمال دي كومبوز شان ان كومبوز واحد باي افكت او هيت دي كومبوز ان تو او سري كومبوز يبقى ده مبارة عن كومبوز باي هيت حصل دي كومبوز تو كي سي ال بلاس او سي بيقول ان اكسيرتن اكسيرتن 40 جرام اف كي سي ال او سري از هيت انا كان عندي من ده كام 40 جرام از هيت ان ت كومبوز بالكامل حصل لها دي كومبوز جمعنا الاكسجن دوت او باي كام 14 بوين ت ناين جرام يبقى بيحكي للقصة الحكاية انه راح اخد 40 جرام من عمل لها هيت ده كان 14 بوين ت ناين من الاكسجن ده اللي حصل طيب وط يبقى زمان تعرفين الاكشوال اللي هو ده ده اللي حصل معاه يبقى ده الاكشوال يبقى انا دوري بقى دلوقت وانا اقعد في مكان على المكتب اقدر احسب السيوريتيكل نقدر بنحسب السيوريتيكل بعد كده اخد الاكشوال اوفر السيوريتيكل طيب كم طيب 100 يبقى احنا دلوقت هنحسب ايه زماس اوف اوكسجن اوبتين دفروم فورتي جرام اوف كيسي اللي اسري لو عندي فورتي جرام من الكيسي اللي اسري يطرى تديني كم جرام من الاكسجن ده السؤال اللي هنحسبه دوت ده مين ده ده السيوريتيكل هاخد الاخشوال اوفر السيوريتيكل طيب من هنط طيب يلا نبدأ بقى نحسب زي ما احنا تعودنا قبل كده بناخد الانده بيسألنا عنه اللي هو الاكسجن واللي ما يديني عنه ودي اللي هو الكيسي الاسري كم مول وده كم مول ده كم مول ده ده مول ده مول وده سري مول يبقى ف��ص دي الاستبيل اخد الرقم اللي موجود عندي في ال危 لي م mort زي ما اتفقنا اخد 34 جرام من الكيسي لأسري يبقى الفورتي جرام المفروض يدينا كام اكس هل اعمل كون على طول كده ويعسب لكس لا ما ينفعش ليه لان ده مول وده جرام وده مول وده جرام يبقى لازم الاول احول من مول لجرام من مول لجرام يعني طايم المورر ماس يبقتو طايم المورر ماس للكيسي اللأسري المورر ماس المريح بل في الخدمة والأرصالة. توينتي توبوينتي فايف ده الوان مول لكن انا عندي هنا كام عندي تو يبقى الماء بتاعت التو مول كام تو larg two times 100 oo to twenty توبوينتي تو بوينتي كام keywords. ما انا كده حولت انا كده من مول لجرام ازاي طايم المورة ايه طايم المورة هيبقى من مول لجرام يبقى طايم المورة لماسي؟ نفس الكلام اللي ع Aggal не هنعمله الجهة التانية برضو عندي مول عاوزو جرام يبقى السري دا ايت اللي هي النمبر اوف مول طايم المورة الماس المورة الماس للاكسجين ده سهل بقى ده سيكستين الاكسجين ده اوتو يبقى سيكستين طايم ستو يعني اكوال سيرتي اتو يبقى سري مول من الاكسجين يعني سري طايم سيرتي اتو اكوال ماين تي سكس جرام يبقى الاكوجين ده بتقول لي ايه ان ايتش تو هاندرد فورتي فايف جرام اوف بوتاسيوم كوروريت المفروض تدينا ايه ناينتي سكس جرام من الاكسجين طيب انا لو عندي فورتي بس هيكون كام اكس كده بقى قدر اعمل كروس يبقى الاكس اكوال كام يا شباب اكوال تعال نمسى هده يكون ظاهر بالنسبة لنا يبقى الاكس اكوال اعيات الاكس اكوال نشوف ادي الاكس اكوال فورتي طايم سري او طايمس ناينتي سكس ديفايدت باو تو هندد فورتي فايف اكوال ففتين بوينت سيكستي سيجين يبقى دي اي دا دا عبارة عن السيوريتيكال يبقى دا السيوريتيكال السيوريتيكال ييلد لكن دا كان عبارة عن مين كان الاكشوال ييلد خلاص كده كده قدر احسب بقى الزابر ستشوف اكشوال الي هو موجود عندي بكام فورتين بوينت ناين دفايدت باي السيوريتيكال الي احنا حسبناه الي هو ففتين بوينت سيكستي سبن الناتج طايم ونهندرد يطلع لليه البيتشوف اكشوال الي دي اكوال يبقى بروبلم مهمة وخطواتها بالنسبة لنا سهلة ما فيهش مشكلة طيب ناخد بروبلم تانية بيقول لفايند زابيرسنش ييلد او زابيرسنشوف اكشوال ييلد او اري اكشن وين يو ابتين فور مول اوف الومينيوم كورورايد يو ابتين اهو حصفات يبقى انا ابتين اوات حصلت على مين على فور مول من الالومينيوم كورورايد فوروم ري اكشن بتوين فايف مول اوف الومينيوم ويز اكسيس يبقى هو اخذ من ده كام خدم الالومينيوم فايف فور مول ده قصة ونحسب الحسابات بتاعتنا اللي احنا بنحسبها ويحبونا عاوزين نحسب النامبر اوف مول كاين سؤال كاين دا مخبينه شوية اوات ده الاكشوال لأ كانوا بيسألني او مش الماز بقى احنا عاوزين اوات ازا مول او ازا نمبر اوف مول اوو اوف الومينيوم اول او اوف 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 اللي بالك خلاص ده كمول وده كمول الالومينيوم كويس طب وبعدين جيبين بقى الرقم اللي عندي الريل اللي موجود عندي فين في السؤال اللي هو الفايف ده يطرر فايف يكون لي كمول يكون لي ايه تاني او تو مول من الالومينيوم بيكون تو مول من الالومينيوم كورايد طب يا ترى الفايف مول بيكون ادي ايه اكس نقدر نطلع الاكس بس الاكس هنا هتطلع نمبر اوف مول مفيش مشكلة يبقى الاكس اكوال تو طايم فايف بايدت بايدتو برضو اعطيكو اكوال كام فايف مول يبقى اذا انا لو عندي فايف مول من الالومينيوم السيوريتيكال بقى كلام النظري يقول المفروض يكون من ده كام فايف مول لكن هو تكون معاك كام فور يبقى البرسنجو في اكشوال ييلد اكوال زي اكشوال ييلد اللي هو كام اللي هو فور اللي هو حصل معا فعلا اللي هو كان مستنيه اللي هو الفايف مول كان مستنيه يكون عنده فايف مول لكن هو تكون عنده فور بس يبقى فور ديفايدت باي فايف طيما هندرد اكوال اي تي بيرسنج فهمتو قصد كده يا شباب يبقى البروبلم بتكمل لنا التصور او الفكرة يعني ايه اكشوال ويعني ايه سيوريتيكال الاكشوال ده اللي حصل فعلا انا وقفت واشتغلت لكن السيوريتيكال ده اللي انا مستنيه يصد او اللي انا حسبته او اللي انا متوقعه اللي هو في الغالب لا اللي اللي انا بأصل عليه اقلم اللي انا مستنيه او اللي متوقعه طيب بابلام ثانية بيقولي يبقى ده ايه ده الاكسبيكتد ده ده تخيله ده السيوريتيكل ليه اللي هو بيقولي اكسبيكتد متوقع مش حصل على كذا لا هو اكسبيكتد ايه ده الاكشوال ده الاكشوال ايه ده اللي حصل عليه وده اللي كان قاعد مستنيه ده يبقى ده مين ده السيوريتيكل يبقى انا دلوقت هاخد الكالكوليت ازا بيتشوف اكشوال ييلد يبقى انا هاخد الاكشوال طييم كام طييم 100 يبقى الاكشوال اللي هو عندي بكام بيتين بوينت فور طييم 100 يدينا البرسنج ناسبها كده برضو نكتبها يبقى ازا بيتشوف اكشوال ييلد اكوال الاكشوال اللي هو تين بوينت فور طييم 100 ناسبها كده معانا هتطلع بكام يا شباب بتطلع بففتي بوينت فايف بيرسنج اللي هي الاكشوال نمبر كام نمبر ايه طييم اللي تانية بيقول لي حدوب 9.274 جرام اكواز كبر سالفيت ويز اكسيز اف زينك ميتال بريديوس كذا ايه ده يعني هو لما استخدم 1.274 جرام من من القبر سالفيت حصل على المازد من من القبر؟ يبقى الرقم ده مين ده؟ يبقى ده الاكشوال ده لنخليه الاخر دلوقتي عشان نقدر نحسب البيرتسنج اللي هيطلبها مني. يبقى ده الاكشوال. اقوردنكتو زا اكويجن وبعدين بيقول لي زا بيرتسنج الف اكشوال ييلد بكام. يبقى انا دلوقتي عشان نحسب البيرتسنج الف اكشوال ييلد لازم يبقى عندي الاثنين. الاكشوال او زا اكشوال اند زا سيوريتيكل. الاكشوال موجود عندي. اذا انا دلوقتي احسب زا سيوريتيكل ماس اوف كبر بريديوز د فروم وان بوينتو هندرد سيون تي فور чرام اوف كبر صالفيد. سؤال سؤالت سؤال تاني خالص. ماس اف كبر بريديوز د فروم وان بوينتو هندر سيون تي فور جرام اوف اكوص كبر صالفيد. يبقى انا هنوجد لاشحن بين من ومين. نرجع كده نحسبها واحدة وان viILDI пред الاول بين من ومين بين الكبر صالفيد. اللي هو كوو س او 4. وما بين القبر. ده كمول ده وان مول. ده كمول ده وان مول. طب انا عندي في السؤال كام? وان بوينت تو هندرد سبنتي فور. يبقى عندي من ده وان بوينت تو هندرد سبنتي فور جرام. طب ايه المطلوب اكس جرام اف قبر ايه? اف قبر. يبقى ده اكس جرام. طيب ده مول وده جرام. يبقى لازم احاول من مول لجرام. مول لجرام يبقى طيب من المورة الماس. يبقى في جانب الورقة نحسب المورا الماس للقبر سالفيت هو هيديني القبر بكام بسيكستي سري بوينت فايف بلس السالفر بكام بسيرتي تو بلس الاكسجين بكام بسيكستين طايم سفور يبقى انا دلوقتي محتاج احسب كل الحزبة دي او الكام تاني سيكستي سري بوينت فايف بلس سيرتي تو بلس سيكستين طايم سفور يطلع للمورة الرماس المورة الرماس طلع بكام وان هندرد ففتي ناين بوينت فايف يبقى ده وان مول بكام جرام وان هندرد ففتي ناين بوينت فايف طيب الوان مول من الكبر الكبر بس بكام بسيكست سري بوينت فايف طيب كده اصبح ده جرام وده جرام ده جرام وده جرام اقدر اعمل كروس يبقى الاكسي اكوال كام الكامل اللي هو مين اللي هو وان بوينت تو سيفين فور طايم سيكست سري بوينت فايف دي بايد باي وان هندرد ففتي ناين بوينت فايف اللي بنحسيبه ده ده الايه السورية كليل سورية كليل اكوال وان بوينت تو وان بوينت تو سيفين فور طايم سيكست سري بوينت فايف ديفايد باي وان هندرد ففتي ايه ناين بوينت كام بوينت فايف ونشوف الناتج يطلع بكام طالع الماس بزيرو بوينت فايف زيرو سيفين جرام ده ايه ده ده اللي المفروض يطلع علي ده ازا سورية كليل لكن الاكشوال بكام بدا يبقى البيت نشوف اكشوال ييل دي اكوال البارت اوبر التوتال طايمون هندر الاكشوال اللي هو زيرو بوينت سري ناين تو اوبر السوريتكال اللي هو زيرو بوينت كام زيرو بوينت فايف سيفن اه فايف زيرو سيفن طايمز كام طايمز وان هندرد طايمز وان هندرد هيتطلع بكم يا شباب هيتطلع عندي بسيفينت سيفين بوينت سري اللي هو الاكشوال ننبر كام ننبر ايه يبقى كتب لي الإكواجن وإيه الإكواجن دي أكيد إيه بالانس طيب وبيسألني بقول لي يبقى تاني استخدم 2 كيلو جرام من اللي هو بنسميه الماجنيتك آيرن أكسايد ادى له قدي من الآيرن ادى له 800 ادى له كذا يبقى ده مين ده ده الأكشوال ييلد يبقى ده الأكشوال ييلد طب أنا دوري أحسب إيه دوري أحسب أخب ده شوية وأحسب السيوريتكال ييلد وبعد كده أخد الأكشوال يبقى أنا دلوقتي محتاج أرجع تاني أحسب الماس بريديوز كام 2 كيلو جرام يبقى في البداية ناخد مين بين مين ومين اللي هو مدين الماس بتاعته وما بين اللي أنا عاوز أحسبه اللي هو سري اف فيه طيب ده كام مول ده وان مول ده كام مول ده سري مول طيب يبقى ده وان مول وده كام وده سري مول طب المول من الاف في اي سري افور بكام في اي سري افور المول بتاعه بكام الاف في اي عندي بكام بففتي سكس سكستي فاي كام ايوة فيفتي سكس فيفتي سكس طايمس كام طايمس سري بلاس الو سكستين طايمس كام طايمس فور ونحسبها نشوفها تطلع بكام بقى فيفتي سكس طايمس سري بلاس سكستين طايمس فور equal طلع 232 232 جرام برمول يبقى 1 مول من ال F3O4 ب232 جرام الماس بتاع 1 مول ب232 جرام طيب 3 مول من ال Iron يبقى 3 times كام 56 يبقى 3 times 56 نحسبها يبقى 56 times 3 equal 168 يبقى each 232 جرام of F3O4 give 168 of Iron طب أنا لو عندي 2 كيلو طبعا ما ينفعش أسيبها كيلو يبقى 2 كيلو أحولها للجرام يبقى 2000 جرام هيدوني قدي ايه X يبقى x equal يبقى x equal 2000 2000 times 168 divided by 232 ونشوف الماس تطلع بك يبقى 168 times 2000 2000 divided by 232 وهيطلع الناتج بكام يطلع ب one four four eight point two جرام ده ايه ده ده الماس expected من مين من ال Iron لكن الحقيقة تكون عندي كام تكون عندي 800 اللي هو ده يبقى انا قادة لحسب زي بيرت سنجوف اكشوال ييلد اكشوال ييلد اكشوال ييلد ايه الاكشوال اللي هو 800 over اللي هو one four four eight point two time is time is 100 يبقى تاني عبارة عن 800 divided by one four four eight point two equal time is time is one hundred equal kame شباب fifty five point two يعني اقرب اجابة عندنا اللي هي 55 اللي هي افش الرقم كام رقم بي يبقى احنا كده عرفنا القصة ماشية ازاي يبقى هو في كل اللي فاتت كان بيديني ايه كان بيديني الاكشوال وسيبنا نحسب مين زي سوريتيكال وبعد كده ناخد الاكشوال اه over سوريتيكال time ونهاندرد عشان احسب الايه زابيرسنج هل دي كل الافكار ولا فيه افكار تانية هنشوف بيقول اميتال كورايد كنباون از راكتد وز هايدوجين فورايد وميك اميتال فورايد اند هايدوجين كورايد اس شون بلو ومخب عن المتال دا مين يبقى اي متال مش عارفين المتال دا ايه م بيقول لتين جرام اف م سي الل وفور لما اخذ من دا الماز دا اي اللي هي تين جرام اتكون له كام اتكون 5.55 جرام من الم اف فور يبقى مدينا الماز بتاعة دا والماز بتاعة دا لكن دا ايه دا اللي حصل معاه ايه ايه دا اول مرة تقبلنا الفكرة دي انه هو ادينا وما لو عاوز ايه عاوز يتعرف على الام دا مين دي بقى جديد علينا يبقى هو هنا مدينا مين مدينا ومدينا كمان مين مدينا الاكشوال يبقى انا دلوقتي عندي مين عندي الاكشوال وعند البرسنج اقدر اطلع زا ليه لان البرسنج موجودة والاكشوال موجود اقدر اطلع الزا يبقى اللي هي عندي اللي هي 85.1 اكوال الاكشوال اللي هو 5.55 اللي احنا عوزين نحسب ممكن نكتبها لو الشكل ده مش واضح بالنسبة لنا قوي هنكتب البرسنج اللي هي 85.5 اكوال الاكشوال اللي هو 5.55 طيم كام طيم 100 اذا انا اقدر اطلع طبعا ال100 دا يفوق يبقى السيوريتيكال الاكوال كام 5 0.55 طيم 100 ديفايد باي 85.1 اكوال هتطلع بكم بقى تطلع ب6 0.52 يبقى انا كده اول مرة هو اللي مديني الاكشوال ومديني البرسنج وطلب مني السيوريتيكال اذا ادنا نحسب مين السيوريتيكال هل ده المطلوب لا وما ايه المطلوب عاوز اعرف الام ده مين الام ده مين يبقى انا دلوقتي مشينا نص الطريق اضرنا نعرف السيوريتيكال طيب بناخد بقى الكلام نسيبنا بقى من الام من الام عمل ده ونرح بقى السيوريتيكال او النظرية بتاعتنا طيب ندخل بقى ازاي نوجد الريشا بين ومين بين الام سي الل وفور والام اف الفور مش معنى دول لان انا عندي دلوقتي السيوريتيكال ييلد من ده وعندي الماس بتاع ده يبقى انا كده هوجد الريش وما بين الاتنين دول دوت اللي انا عندي الماس بتاعته ده وان مول وده كام ده من الام كل وان مول بيدين كام مول وان مول طيب الوان مول من الم سي الل فور ده اكوال كام اكوال ام اللي انا معرفهاش بكام بلاست سيرتي فايف بوين تو فايف ده اللي هي الاتوم كام طيب كام طيب فور يبقى ده الوان مول من الام سي الل فور طيب الوان مول من الام اف فور عبارة عن كام عبارة عن ام بلاست ناين تين طيب فور ناين تين دي ايه هي الام سفور عشان هما فور والام دي معرفهاش كتابتاها برضه يبقى انا كده حسابة المول من هنا والمول من هنا بس الام مش عبارة طيب في المقابل بقى اذا حسابنا الحزبة دي طلعت فور طيب الرقم ده طلع بكم بان هان بان بان وده برضه فور طيب بان طيب طيب السؤال عندي بقى قال النتين جرام كون كام سكس او اهنا هسابنا ان التين جرام السيورية كاليلدي المفروض يكون كام سكس بوينت فيفتي تو يبقى انا كده اقدر اعمل كروس وطلع الام اللي باقي ده ماث بقى يبقى دلوقتي احنا خلصنا دور الكيميستري بقى اللي جايد دلوقتي عندي ام بلاس وان اقوال ام بلاس سيفنتي سكس وانطلع ام لو هي صعبة بالنسبة احسيبها على الكالكوليتور بتاعي هو يطلحها يبقى هنتعالوا بقى ما نشوف العزابات بتاعتنا ايه يبقى انا هاخد ده اللي هو سكس بوينت فيفتي تو طي ام بلاس وان هاند فورت تو اقوال الجاية تانية اللي هي ام براكت ام بلاس سيفنتي سكس طبعا ده يدخل على البركت بالكامل يبقى ده طايم ام اكوال نفس الرقم ام بلاس ده طايم ده اكوال مين هندرد تونت فايف بوينت اتي فور اكوال تين طايم ام يبقى تين ام بلاس تين طايم سيفنت سيفنت سكس يطلع بسيفنت هندرد سكس طيب الام دي تعدي الجهة التانية او العكس عشان نخليها بالبوست فهنجيب دي الجهة الجهة دي يبقى كام او نقول تين مين سكس بوينت ففتي تو هيطلع بسرية بوينت فور ات ام اكوال ده هنجيب الجهة دي يبقى كام وان هندرد سكس اكوال فور ات هم ادور على مين بقى الاليمنت اللي الاتوميك ماس بتاعته فور ات هو تي اي يبقى ام ده عبارة عن تي اي يبقى فكرتها كويسة ليه استخدمنا فيها ان البيت نشوف اكشوال اي اكوال اكشوال اوبر السيليت كال دي من هندرد واستخدمنا فيها برضو فكرة تانية ان احنا استخدمنا ام ده النوم بالنسبة لنا وقدرنا نطلعه بالحسابات او بالمس اللي احنا لازم نكون على يعني دراية كاملة بها لان ساعدنا في كتير جدا من سواء السنة دي او في خلال السنوات الاجتماعي ان شاء الله يعني في بروبلم تاني بروبلم تاني او سيكس جيف تو او واي اكشن زيرو بوينت فور هاند فايف جرام اللي هو ده ووز بروديوزد وز بروديوزد ده يعني ايه يعني ده اكشوال نتج اكشوال يبقى ده بروديوزد يبقى ده اكشوال برضو هنا المراضي البرسنش يبقى تاني برضو الفكرة دي قريبة من اللي فاتت هو مدينا البرسنش ومدينا الاكشوال نقدر نطلع امين نطلع الاول سيرويتكالماس وبعد كده نشوف هنتصرف ازاي هنحسب سيرويتكالماس ازاي الرؤول عندنا ايه اه اه اردو شاب النسباننا مش واضح هقوم كاتب البرسنش اللي هي كام اي تي ايوت الاكشوال اللي هو زيرو بوينت فور زيرو فايف طايم كام ومنها اقدر اطلع السيرويتكال اللي هو زيرو بوينت فور هاندرت فايف طايم هون هندرت هسيرو بوينت مدي هاتف هيتطلع هندي كام بشباب هيطلع بığı زيرو بوينت فور فور اه اداء اى ده SEEOReno مش الرقم ده لان ده الاكشوال انا اطلعت خلاص كده الاكشوال كده ام بضوره ما يخص ناشفح في بقية السؤال وما اللي احنا بنضال على ايه بقى دلوقتي على الحسابات احنا خلاص سبنا بقى الاكشوال ضخال وبنضال حسابات بعض يبقى احنا كده عندنا السيوريتيكا الماس بتاع مين؟ بتاع الايه؟ الايه السنول طبقوا عاوزين نطلع الماس بتاع الجلوكوزي نبقى احنا دلوقتي نجد اللي شمى بقى انه لما الجلوكوز و الايه والايسنول ده كان مول ده وان مول الايسنول ثو مول طيب الماس اقول انا ماس بقى اخد الاكشوال؟ لا اخد السوريتيكا اللي انتلع طاعا الاسنول اكتيبات فقط الاسنول ويه الجهة التانية اكس اتفقنا ده مول جرام يبقى طايم المورر ماس نعسب المورر ماس للجلوكوز اللي هو سي سيكس اتش تولف او سيكس نحسبها كده المورة لمسل الجلوكوز هيطلع ب180. جاءت إزاي عندي 6 كاربون يبقى 12 طايم 6 بلاست 12. لو أن طايم 12 بلاست 16 طايم 6 كل ده يطلع بكام 180. يبقى ده 180 ده اللي هو الوان مول من الجلوكوز. الوان مول من الإثانو مش الوان مول بقى 2 مول يعني المول من الإثانو. الطايم 2 يطلع لي بكام يا شباب ب92. برضو لو عاوزة أحسب المول من الجلو يبقى 12 طايم 2 بلاست 5 يطلع بكام ب92. يبقى ثاني المول ده اللي أنا حسبته طايم 2 هيطلع لي بكام ب92. طيب وبعدين أقدر أعمل كروس أو أقدر أعمل كروس. نقدر أعمل كروس في الحالة دي يبقى الـ X equal كام؟ الـ X equal 180 طايم 4 تاني. ده طبعا مكتوبة كده بالخطأ يبقى هنا. تاني الـ X دي equal كام؟ الـ 180 طايم 0.46 يبقى دي تنكتب ازاي 0.46. طايم كام؟ طايم 180 divided by 92 equal 0.9 جرام. يبقى الماس اللي أنا أخدها أبدئ بها كانت كام؟ كانت 0.9 جرام من الجروس. يبقى الإجابة عندي 0.9 اللي هي الـ option number كام؟ number C. consider the balanced equation وكتب لي equation balanced. بقول لي if the reaction of 96.5 جرام of C603 بيرديوز a 20 percent yield. what is the actual mass of water will be produced. دي مختلفة كمان. مختلفة ازاي؟ مختلفة. ليه؟ هو طالب مديني ايه يا شباب بيقول لي ان انا مديني الماس بتاع دوت. ومديني البرسنج. وعاوز ايه؟ وعاوز الـ actual mass. الـ actual mass بتاع مين يا شباب؟ الـ actual gram of water. عاوز الـ mass بتاع الـ water. ثاني. يبقى انا دلوقت هنعمل ايه يا شباب؟ انه وجد الرشا ما بين مين؟ C6. C6. O3. وما بين الـ water. طيب. كام مول وكم مول. ده 1 مول. كام 3 مول. طيب. يا طرى بقى 96.5 جرام من C6. O3. يدينا كام جرام من الـ water. ده كلام. النظري. الـ 1 مول بيدي 3 مول. يا طرى الجرام ده يدي كام جرام X. اذا منقدر نطلع على الـ X اللي هي الماس افوتر. يبقى الماس افوتر equal. طبعا الاول قبل ما اعمل الـ X لازم احاول. احاول من مول لجرام يبقى طايم المولر. ماس. المولر ماس لـ C6. H6. O3 equal. الكربون عندي المفروض بكربون بـ 12. يبقى 12 طايم السكس. بلاس 6. اللي هما 6 هيدروجين. بلاس 60 طايم السكام طايم السري. equal. 126 جرام. يبقى المول من C6. H6. O3. كام؟ 120 كام؟ 126. المول من الـ Water. عارفينه انه هو بـ 18. عندي كام مول؟ 3 مول. يبقى 3 طايم 18. equal 54 جرام. يبقى. H126 جرام. C6. C6. O3. Give 54 جرام. طب يا ترى الماس اللي عندي دي. هتتكون لي قد دي اكس. إذا نقدر ناسب الـ X ده اللي هو بمين يا شباب ده السيوريتيكال. أمر هو بيقول لي لا تل اكشوال. طالع عندي بكام بتوينتي. يبقى أنا طالع تقدي ايه. بعد وقت عاوز الاكشوال. يبقى كده مدينا من البرسنج. وهنا حسابنا السيوريتيكال. وعاوز الاكشوال. عادي نكتب الرول بتاعتنا. بلاش الشكل ده لو ده اللي اخبطنا. يبقى أنا هكتب البرسنج. اللي هي بكام اللي هي 20. اكوال الاكشوال اللي انا ما عرفوش بكام بيسألنا عنه. اللي هو فورتي وان بوينت فور. طايم زي الوان هندرد. اذا نقدر هطلع الاكشوال. اللي بقى الاكشوال اكوال توينتي. طايم. اه فورتي وان بوينت فور. ديفايد باي كام وين هندرد. هيطلع بكام بقى الشباب يطلع بايت بوينت سري. يبقى النظر ده. الاكس ده مش حقيقي. المفروض هيطلع لي كام. هيطلع لي او هيطلع لي الاكشوال هيطلع بكام بايت بوينت سري. لو انا عاوز اتأكد اخد الاكشوال اللي انا حسبته. المفروض هيطلع لي كام بوينتي. يبقى احنا كده جربنا اكتر من فكرة. الفكرة العادية خالص. انه هو اداني الاكشوال. انا حسبت الاكشوال. اخدت الاكشوال. اوبر السيوريتكال. فكرة تانية. انه هو اداني سؤال زي ده. اداني البرسنج. اداني السيوريتكال. او احنا حسبنا ياسف السيوريتكال. وايه. اقدرنا نحسب الاكشوال. لانه هو مدينا البرسنج. وفكرة تالتة قبل كده. نفس الكلام اداني البرسنج. اداني مين. اداني الاكشوال. واحنا حسبنا الايه. السيوريتكال. ومن خلالها قدرنا نطلع الماس بتاع الاكترنت الكام كام. أما دول تلت تقريبا أفكار أو أربع أفكار عندنا خاصة بالأكشوال ييلدي طيب بعد كده بيقول لي طبعا السؤال ده سؤال مركب ليه؟ لأن السؤال ده داخل فيه زلمي تنجر أكتنت ليه داخل فيه زلمي تنجر أكتنت تعرفتم منين؟ لأنه عاوزين نطلع ألماس بتاع الييلدي الماس بتاع الأمونيا وبيسألني على ألماس بتاع الأمونيا وداني Two Given Given خاص بالهايدوجين و Messi خاص بال deeds احنا قولنا قبل كده لما يبقى عنده في السؤال ثلاثة بيسألنا عن مثلا الأمونيا ومديني Two Given عن Two Different Combérients أعرف إن الأكشن ده زلمي تنجر أكتنت يبقى ده في رقم منهم في اكسس او في زيادة ما يقصرش او مالوش علاقة بكمية البرودكت احنا لازم نعرف مين هو الليميتنج الاول يبقى لازم نعرف الليميتنج قلنا عشان نعرف الليميتنج بقسم كراسة عند نصين اخذ مرة الاول اللي هو الهايدوش مع البرودكت اخذ بعد كده الاكتنت التاني مع البرودكت طيب نبدأ بالجزء الاول اللي هو الهايدوش عندي سري مول جيف تو مول طيب عندي ايه عندي ادي ايه في السؤال بقى من الهايدوجين عندي الهايدوجين وعندي منه كام تولف تبقى يا طرد تولف جرام يكون ادي ايه اكس هلين فعامل كراسة على طول كده لا لانه ده مول وده جرام هحاول من مول جرام يبقى طايم المورارماز المورارماز للهايدوجين مش بوان ده وان طايم ستو يعني تو يبقى طايم سري او سري طايم ستو اكوال كام سكس جرام طيب تو مول اف امونيا الامونيا الان ب14 والديو ش rise يعني 30 يبقى 17 عند 2 مول يجب эк 34 يبقى كل 6 جرام بيدينا 34 جرام طبيعة 12 جرام يدينا كام اقدر طلع ل bass نفس اللي عملناها بالنسبة للهاي درو جمع الامونيا نعمله بالنسبة للهاي درو جمع الامونيا يبقى الوان مول جيف تو مول طيب الكمية اللي عندي من الناتو جين كام فورتين جرام يطرى بتكون لها دي ايه اكس جرام برضو ما ينفعش اعمل كروس على طول لازم احاول من مول لجرام من مول لجرام طيب المورال ماس يبقى ده توينتي ايت اللي هو فورتين طيب ستو يعني توينتي ايت طيب بالنسبة لامونيا تو مول يعني تو طيب سيفنتين يعني كام سيرتي فور جرام وقدر عمل كروس يبقى الاتصحة هتطلع عندي سيفنتين يا طرح هقدت لحصو على داء ولا داء لا اكيد الرقم الاقل يبقى داء مش هقدت لحصو عليه يبقى احنا كده طلعنا يبقى كده عندي ايه زيوريتكا الماس ما هيش سيكستي إيت مولية كامية سيفنتين جرام يبقى كده عندي سيوريتكا الماس وعندي مين البرسنج عاوز مين كده بقت سهل يبقى انا كده اكتب نريل بتاعتي ان البرسنج ايشوف اكشوال ييلد اكوال الاكشوال اوبر السوريكة المريض التي كان ت BUrr 20 ايو ال اكشوال اللي هو بيسألنا عليها اكشوال السوريكة اللي انا هسبتها لها سيفنتين طايمة 100 اظهر عمل كروس يبقى الاكشوال اكوال اتي طايم سيفنتين دهو وان هندرد. تاني يبقى ده يبقى ده السورية كالييلد يبقى نجيب تاني يبقى ايتي اكوال الاكشوال اوبر سيفنتين طايم وون هندر ومنها اقدر تغل الاكشوال بكام بي سيرتين بوينت سيكس يبقى الاجابة عندي هي نمبر كام نمبر ايه يبقى السؤال ده سؤال برضو كويس اولا رجعنا من خلاله على زا ليميتينج الاكتانت وهنا هو زا اكتانت ويتش از كومبليت لكون سيوم دي بيستهلك بالكامل او زا ويكون رجعنا مع بعض او رجعنا مع بعض دلوقتي ازاي اقدر اعرف زا ليميتينج الاكتانت ازاي اعرف كمية البروداكت انهي كمية تتكون رقم الكبير ده ولا الاقل لا او الاقل بعد ما حسبنا سيروتكا الييلد هو طالب من الاكشوال استخدمنا رولز اللي اخدناها النهاردة اللي هي زا بيرت سنشوف اكشوال الييلد اكوال زا اكشوال اوبر سيروتكا لطايم وون هندرد ومن خلالها قدر تحسب الايه الاكشوال اردو بروبلم كويسة انزا ري اكشن سي بلاس او تو اكوال سي او تو بيقول لي افزا بيرت سنشوف اكشوال الييلد اكوال ايتي ناين بوينت سريق مدينا البرت سنشوف اكشوال الييلد وطالب مني ايه اند اتس اكشوال فوليوم اوبتين ديبقى مديني الاكشوال الييلد هو بس المرات دي بالفوليوم مفيش مشكلة يبقى انا عندي الييلد ايا كانت اليونت بتاعتها جرام فوليوم نمبر اوف موليكول مش هتفرق المهم هو مدينا الييلد الناتك ده الاكشوال الييلد ده الاكشوال اليو طالب مني كالكوليت زا ماسوف كاربون برضو فكرة عدت علينا قبل كده خلال الفرق بس ان احنا هتاعمل بالفوليوم يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه يا شباب تعالوا نحلى كده بالاستيبس ايه اللي هييحصل احنا دولوقتي عوزين ايه نكتب ان البرت سنشوف اكشوال الى هي ايتي ناين بوينت سري اكوال الي هو اللي هو كام تين اوفر السيوريتكال الي انا ما عارفوش بكام سيوريتكال طايم كام تيمون هنطل طيب ممكن اعمل كوروز يبقى كام؟ الطرف ده اللي هو عبارة عن كام؟ طيم 100 يعني 1000 يبقى تاني يبقى هي مكتوبة انا خليها 11.2 ايه بقى يا شباب؟ ليتر يبقى ده ايه ده؟ ده الايه ده عبارة عن السيوريتيكل لكن الاكشوال اقل لهوت بكام بتن طيب عاوز بقى الماسقه في كاربون يبقى انا هنسى بقى الاكشوال ده خالص ونتعامل مع السيوريتيكل ناخد ريليشن بين من الكاربون والكاربون دايوكسايد ده كام مول ده وام مول ده كام مول ده وام مول طيب الكون عندي من الكاربون دايوكسايد الدقيق 11.2 ليتر يبقى ده كام هو بيسأل عليه كمان بيسأل على الجرام في الكتزة ماس مش يبقى بيسأل على ده ده اكس جرام ده من مول لجرام يبقى طيب المورة الماس المورة الماس للكاربون بيكام بتولف يبقى الوان مول ده يعني تولف جرام طيب من مول لليتر يعني الوان مول بيكام بتوين توتو بيكام فور إذن كده أقدر أعمل كرص يبقى الـ X equal 11.2 طيم 12 divided by 22.4 يبقى ده 1 ده كام ده 2 يبقى 12 over 2 يعني equal 6 يبقى الإجابة عندي رقم كام رقم بيه برضو بروبلم كويس بيه يبقى أنت هنا من اللي سمتنا النهاردة كايمنا فيه عن الـ Actual Yield في البداية خدنا وقلنا زى اماونت افزا برودكت اوبتيند براكتيكالي براكتيكالي أنا وقفت واش سألت بأداية ثم ايه هو زى اماونت افزا برودكت كالكوليتد ثم بعد كده عرفنا معلومة ان زى 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 وقلنا قلنا السبب من أسباب الأربعة انه يبقى فيه عندي فيه عندي جاز والجاز ده سكيب عندي عندي ورجعنا ازاي نقدر نحسب الزابرة نشوف وقلنا وخدنا التلات اربع افكار اللي هم موجودين في الليسون بتاعنا اتمنى ان احنا نكون وفقنا بعض الليسون بتاعنا النهاردة وان شاء الله نكمل في الاسابيع اللي جاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة